السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ألو مكملين كلنا تبعنا مبارح إن كان من باب للطلاع أو حتى قراءة ما سيحدث في المستقبل أو حتى إن احنا نكون فهمين إيه اللي بيحصل حوالينا وتحديدا ورشة البحرين اللي كانت تحمي العنوان بقالوا بدأنا نسمعه من قبل ترامب وزاد صوته وعلى تحديدا بعد ترامب الحقيقة إن احنا أمام مشهد مهيب مشهد رئيسي بالنسبة لنا هو إن احنا نتكلم عن صفقة القرن صفقة القرن النهاردة هي بالنسبة لنا عنوان رئيسي زي ما قال وقالوا كتير إنها مزاد لبيع أرض فلسطين وإنهاء هذه القضية بالكامل وإن الشعوب العربية والإسلامية تنسى كلمة فلسطين وهذه الأراضي المقدسة النهاردة بنقول وبنكرر مرة تانية نحن عاوزين نفهم الناس دي عاوزة إيه بتفكر علشان إيه تفكيرها ده رايح بيه على فين والأهم من ده بالنسبة لنا إن احنا نفهم الورشة بتاعت مبارح اللي كانت في البحرين اللي شاركت فيها مجموعة من الدول ورفضت مجموعة أخرى من الدول أن تشارك وبعضها وقف على الحياد دون أن يشارك أو حتى يعني إيه يؤيد أو يرفض يعني تابع من بعيد وما عندهش مانع إنه يكون موجود بس الطلعة دي في الأول يا جماعة طلعة صعبة وهتقال إنه الدولة دي شاركت ولا الدولة دي ما شاركتش كل ده مع حضراتكم النهاردة هنفهم إيه صفقة القرن وما الهدف الرئيسي بشكل واضح ومباشر من ورشة البحرين بتاعت مبارح وحديث ساعتين لهذا الولد الصغير كوشنر اللي تكلم فيها بشكل واضح عن هذه الصفقة وفوائدها على الشعب الفلسطيني وفوائدها على مصر وفوائدها على الأردن والسعودية وأحد الرجل يتكلم وإن ده أمن وأمان لنا كلنا وإنه المستقبل في المنطقة جاي على قدينا وإحنا رصدين ما يقرب من خمسين مليار وسبعمائة مليون يعني رقم بالنسبة لنا مهم جدا لتغيير البنية التحتية لكن هناك خلف هذه الأرقام وخلف هذه التفاصيل وخلف هذه المنح هناك معلومات خطيرة وأكثر من ذلك إنه في بعض من التفاصيل لن تكشف لعوام الناس فقط لمن وضعوا الخطة بحرين طبعا على الأسوم أمريكا والكيان الصهيوني ثم البحرين والإمارات والمملكة العربية السعودية اللي تبنوا بكل قوة هذا المشروع وهذه الصفقة